موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية والبداية بالعناوين سمو للعهد يبعث رسالة شفهية لرئيس مصر تتعلق بالروابط التاريخية بين البلدين وسبل تعززها وتطويرها المملكة تتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لدعم الاستخدام السلمي للتقنية النووية سمو وزير الداخلية يدشن مركز العمليات الأمنية الموحدة تسعة واحد واحد في المنطقة الشرقية موسيقى أهلاً بكم بسم الله الرحمن الرحيم بعث صاحب السمو الملكي لمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رسالة شفهية لأخيه فخامت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تتعلق بأواصل الأخوة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعززها وتطويرها كما أكد سمو للعهد اهتمام وحرص المملكة على تعزز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكل شامل بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار نقل الرسالة الشفهية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية خلال استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسموه في قصر الاتحادية في القاهرة دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مركز العمليات الأمنية الموحدة تسعة واحد واحد في المنطقة الشرقية التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ويخدم المركز اثنتي عشرة محافظة بالإضافة لمدينة الدمام حيث وحد عمل تسع وعشرين غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد تسعة واحد واحد ويهدف المركز الذي يعد الثالث من نوعه على مستوى المملكة إلى الاستجابة السريعة في كافة الحالات الطارئة وفق مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية والخدامية افتتح الصاحب السمو الملكي المثالية للعيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية ونوها سموه بالنقلة النوعية الكبرى التي سيحققها مشروع مدينة المستقبل دالاين في مفهوم التنمية الحضرية المستدامة والذي سيقدم نهجا جديدا في تصميم المدن والحضارة بعد اكتماله بإذن الله مشيدا برؤية السمو ولي العهد حفظه الله ومتابعته الحديثة لكامل مراحل هذا المشروع الذي لا يعد مفخرة للوطن فحسب بل مفخرة للعالم أشبع بحث وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل ألجبير مع صفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيموني أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والاتحاد الأوروبي في المجالات كافة كما نقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانب آخر التقى وزير الدولة لشؤون الخارجية وفدا من الغرفة التجارية الأمريكية حيث جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك كما التقى الجبير في مقر الوزارة في الرياض اليوم سفير جمهورية الأوروبي الشرقية لدى المملكة الدكتور نيلسون شعبان حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرفة أوجه التعزيز التعاون الصناعي والتعدني بين دول مجلس التعاون في المجال الصناعي جاء ذلك خلال اجتماع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الصناعي كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات والجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي في دول مجلس التعاون لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز القدرات التكاملية في قطاع الصناعة والفرص المتاحة أعلنت المملكة تبرعها بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرستورف مبادرة رينول 2 التي ستسهم في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية بما يعظم الاستفادة من التقنيات النووية ويوفر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية كما تبرعت المملكة بمبلغ مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر زودياك باستخدام التقنيات النووية التي أطلقتها الوكالة للإسهام في الوقاية من تفشي الأمراض المعضية ذات المصدر الحيواني وتغزيز الاستعداد والاستجابة لها والكشف المبكر عن مسبباتها أعتأت هذه التبرعات امتدادا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها الهدفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الضر من أجل السلام كما تؤكد التبرعات مواقف المملكة الإيجابية توجه قضايا الاستفادة من الطاقة والتقنية النووية وتنميتها بصورة سلمية وآمنة أعلن صندوق الاستثمارات العامة يطلق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار السجل العقاري والتي تهدف إلى الإسلام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي حيث ستعمل الشركة من خلال منصة رقامية متكاملة وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية وتقديم خدمات تسجيل العقارات وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع تسعى الشركة الوطنية إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين حيث سيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة يتضمن قاعدة بيانات رقامية لجميع الوحدات الحكومية والتجارية والسكنية والزراعية وربط بيانات الملكية في المعلومات الجغرافية بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها شهدت منطقة الباحة للمرة الثانية وفي أقل من أسبوع حدوث هزة أرضية وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل أن الهزة التي تم رصدها في الباحة اليوم ضعيفة سجلت قوتها بـ 1.95 على مقياس رختر ولا تشكل أي خطورة ولله الحمد بحث المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور عبدالله الربيع مع رئيس الصندوق الدولي للإيدز والسل والملاريا دونالد كابيروكا الموضوعات تلاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وكيفية الوقاية من الأمراض المزمنة والوبائية والحد منها بالدول المحتاجة من جهة عربا كابيروكا عن إعجابه بالقدرات المهنية المميزة للمركز عمله المستمر لدعم الجهود الدولية لمنع تفشي الأمراض والأوبئة في جميع دول العالم يحتفل العالم باليوم العالمي للعمل الخيري في الوقت الذي تواصل فيه المملكة تحقيق الإنجازات والأرقام الكبيرة في الأعمال الخيرية سواء على المستوى المحلي أو الدولي التي وصلت لأكثر من 86 دولة المزيد في أثناء التقرير التالي نتابع تعد المملكة من الدول الأولى في العالم بالأعمال الخيرية والإنسانية سجلات حافلة وأعمال مستمرة وتبرعات تصل دول العالم كافة ولعل من أبرز الأياد في هذه الأعمال هو مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية والذي قام بتنفيذ أكثر من ألفين مشروع بقيمة تجاوزت الستة مليارات دولار في 86 دولة إضافة إلى إنشاء منصة للعمل التطوعي والإنساني دون مقابل مادي والذي يقوم بتأهيل المتطوعين وتمكينهم في المجال التطوعي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 حيث شارك أكثر من 18 ألف متطوع في تنفيذ قرابة 250 برنامجا في 23 دولة حول العالم تجاوز عدد المستفيدين النصف مليون كما قامت الفرق التطوعية بتنفيذ قرابة 58 ألف عملية جراحية ويقوم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالإشراف على أكثر من 3600 منظمة أهلية غير ربحية تقدم عدة خدمات كما أن المملكة سجلت إنسانيا أرقاما من خلال البرنامج الطبي السعودي لفصل التوائم السيامية والذي يعد البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم ووصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 توأما من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم وفي مجال التبرعات فقد نظمت المملكة هذا العمل من خلال إنشاء منصة إحسان لجمع التبرعات وإصالها للمستفيدين وتعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية أعمال متعددة وأياد بيضاء تمد بسخاء وتصل إلى المحتاج في كافة دول العالم مملكة الإنسانية والأعمال الخيرية والبناء والإعمار تواصل العطاء وترسم الابتسامة على شفاه كل محتاج وفي أخبارنا العربية والعالمية حيث نبدأ من العراق فقد دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى ضرورة تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة أحدد الحلبوسي أجندة تشمل عشرة بنود للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار المرتقبة وذاكرا منها تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصى نهاية العام المقبل أضع إلى انتخاب رئيس الجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنة للشعب وقواه السياسية أشهد العراق أزمة سياسية خانقة تعطل معها تشكيل حكومة جديدة رغم مضي نحو عشرة أشهر على الانتخابات النيابية الأخيرة مع دفع التيار الصدري إلى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة رفضت الإدارة الأمراكية ربط أحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بير شددت في إشارة إلى الاتفاق المعروف باسم الخطة الشاملة المشتركة شددت على ضرورة ألا تكون هناك أي شروط بين يعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي في إشارة إلى التحقيقات التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها في فيينا في أثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية عن مقتل ستة وعشرين شخصا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية جراء الحوادث التي سببتها الفيضانات الكارثية التي تشهدها البلاد وأوضحت الهيئة في بيان الإلهاب أن الحصيلة الإجمالية للضحايا قد ارتفعت إلى ألف ومائتين وتسعين قتيلة فيما تجاوز عدد الجرحى 12 ألفا منذ بدء الفيضانات في منتصف يونيو الماضي بسبب الموجات المتتالية للأمطار الغزيرة من جهة أخرى دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف لمساعدة الأطفال في بلاده عقب كارثة الفيضانات المدمرة ختام النشر مشاهدين الكرام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها سمور العهد يبعث رسالة شفاهية لرئيس مصر تتعلق بالروابط التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها المملكة تتبرع بمبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لدعم الاستخدام السلمي للتقنية النووية سمو وزير الداخلية يدشن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في المنطقة الشرقية الشكر وتناء الجزيلة لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابع تصبحون على ألف خير في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة